ما هي أنواع زجاج السيارة؟ ينقسم زجاج السيارات إلى قسمين وهما زجاج مقسنة وآخر مصفح أولاً زجاج السيارة المقسة يتم استخدام هذا النوع في الزجاج الخلفي والجانبي للسيارة ليتمكن السائق من كسره والخروج من السيارة عند حصول حادث ما زجاج السيارات المقسة هو زجاج أحد الطبقة يتم معالجته بالتسخين عند درجة حرارة تتراوح بين 350 إلى 680 درجة مئوية ثم التبريد السريع لزيادة قوته مقارنة بالزجاج العدي علاوة على ذلك عند انكسار الزجاج فإنه لا يتكسر إلى شضايا كبيرة وخطيرة بل يتحول إلى قطع صغيرة غير ضارة تشبه مكعبات السكر بشكل عام يتم الإشارة إليه عبر كتابة كلمة tempered أو temper light أو their light أو ببساطة الحرف T ثانياً زجاج السيارة المصفح يتم استخدام هذا النوع في الزجاج الأمامي للسيارة لحماية الركاب حيث يتميز ببقائه متماسكاً حتى بعد أن يتعرض للكسر لأن الشضايا تبقى ملتصقة في مكانها زجاج السيارات المصفح عبارة عن لوحين أو أكثر من الزجاج المقسة يتم لسقهم معاً وبينهم طبقة رقيقة من البلاستيك مصنوعة من البولي فيني البوتيرال PVP بشكل عام يتم الإشارة إليه عبر كتابة كلمة lamizeve أو laminated أو ببساطة الحروف WL موسيقى موسيقى